بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن ولاه حياكم الله وبياكم وأحسن إليكم إن شاء الله وجعل الجنة مثوانا وإياكم اليوم هنتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو اكشل اسمين والاثنين مرتبطين ببعض الرحمن والرحيم فالرحمن مشتق من الرحمة الرحمن اسم الرحمن مشتق من الرحمة وما نقول الرحمن زي على وزن في اللغة العربية ملآن غضبان سكران سبحان الله فهنا رحمة الله سبحانه وتعالى معنى هذا الاسم أنها تعم جميع الخلائق فالرحمن رحمته تعم جميع الخلائق مسلم والكافر المسلم والكافر فالله سبحانه وتعالى رحمان الدنيا يعطي المسلم والكافر ويرحم المسلم والكافر لأنه هو الرحمن هو الخالق وطالما خليئهم وهم عباده سواء أبوا أم سبحان الله أطاعوا هم عباده فربنا سبحانه وتعالى اسمه الرحمن أي رحمته تشمل الخلائق كلها المسلم والكافر والله سبحانه وتعالى قارن اسم الرحمن باسم الله عز وجل ما يتلاقيش حد يسمي نفسه الرحمن أبدا ولا يجوز لأحد من البشر أن يسمي نفسه الرحمن إلا الله لذلك ربنا قال في القرآن قل ادعو الله أو ادعو الرحمن فالله هل تعلم له سمية فاسم الرحمن مقتنن بالله سبحانه وتعالى ودائما يقول لي عز وجل الرحمن على العرش استوى الرحمن فاسأل به خبيرا يعني الرحمن على العرش استوى العرش عم جمع الخلائق ورحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت جمع الخلائق ما نقول له لأنه رحمن وأهل ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فالرحمن يعرفنا كذا أنه رحمن الدنيا وهي صفة ذات أما الرحيم الله سبحانه وتعالى سيد بالمؤمنين رؤوف رحيم الرحيم في الآخرة يعني رحمته كرحيم تعوم فقط المؤمنين في الآخرة فهي للمؤمن فقط للآخرة بالمؤمنين رؤوف رحيم لو نيجي للرحمة أو الرحمن أو الرحمن أو الرحيم الاثنين مشتقين من الرحمة وربنا سبحانه وتعالى أمرنا كمسلمين أن نحن نترحم فيما بيننا البعض والرحمة لا تنزع إلا من شقي خلي بالنا يا جماعة الرحمة لا تنزع إلا من شقي فلذلك مسألة مهمة جدا جدا أن نحن نعي هذا الاسم ونفهم هذا الاسم الرحمن سبحانه وتعالى أو الرحيم سبحانه وتعالى والاسمين لهم علاقة بعض مختص في الرحمة وربنا سبحانه وتعالى لما خلق الرحمة خلق مئة رحمة بعت لنا جزء واحد بس الجزء دهوت احنا بنتقسم فيه ما بيننا جميع الخلائق وفي الاخرة هو الله عز وجل عنده تسعة وتسعين رحمة يضم الرحمة دي كمان معهم عنده مئة رحمة سبحانه وتعالى فالله رحيم سبحانه وتعالى راجل واقف قدام راجل بيقل طعمية عرفين طعمية فلافل فالراجل ده واقف وبعدين والناس بتشتري كده وقف بقول ايه بقول والله والله رب والله يعني ما اظن انه سيلقينا في سيلقينا في النار فالناس بقول له مين اللي مش بتظنش ان يحلقق في النار يقول لهم رب العالمين سبحانه وتعالى ليه لما يشوف حبيت الطعمية بتتألى في الزيت كده يعني ربنا رحمته اوسع من كده ان يلقونا في النار او يرمينا في النار زي حبيت الطعمية او الفلافل وتحط في الزيت تتشوى كده ابو الدرداء مرة يا جماعة على ناس بتضرب راجل بقول له بتضربوه ليه قال لهم لأنه عصى الله سبحانه وتعالى راجل عاصي ومسكناه على زنب ونزلين فيه طحن ضرب قال لهم لا 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 تضربوه ليه لو لقيتوا الراجل توائع في بير هتنقذوه ولا لا لو وقيت واحد أعمى ووائع في حفر هتنقذوه ولا لا قال لك هاتوه وعلموه وارحموه حتى مع العصاء ارحموه وعلموه فلما قالوا له يا رجل ألا تبغضه فقال أنا لا أبغضه أنا أبغضه فعله بس الحاجة اللي أعملها ده أنا بكره فالراجل سبحانه الله تاب وأناب وشكر أبو الضرداء على الفعل دهود فهذا هو الأصل هذا هو الأصل أحد الناس يسرق من عبدالله بن مسعود يسرق منه الحزاء ويسرق منه الشيء فعبدالله بن مسعود يدعي له ويرفعه يقول الله ما جعله أخر مرة له أن يسرق فيه فعايزين نفهم المفاهيم دي الرحمة الرحمة يا جماعة الرحمة بالناس عمتا الرحمة كيف نتعلم اللي تعلمه ايه من اسم الرحمن ورحيم الرحمة بالناس عمتا والرحمة خصوصا بالضعفاء والمساكين الرحمة بالضعفاء والمساكين واليتامة والناس الغلابة اللي موجودين في الصينة الفقراء والمعوذين يكون فيه عندنا في قلوبنا رحمة للناس دي أما نحن نتعلم من اسم الرحمة ليه مش قال الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء مش كده ربنا سبحانه وتعالى فالرحمة مطلوبة حتى الرحمة بالأعداء والله الرحمة بالأعداء لما وجدوا أو النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في المعركة قال ليه ما قتلتموه فالنبي عسلم منع قتل الشيخ والمرأة والطفل وحرق الشجر في المعركة ففيه أداب معينة حتى دي فيه رحمة يا جماعة الخير الإسلام بتاعنا ده كله رحمة لما ربنا سبحانه وتعالى حتى القوانين والتشريعات لنا كمسلمين حطها برحمة انتوا عارفين ليه لما قال لك حرام الربا وحرام الزينة وحرام الخمر اننا عارف ان فاهم مضرة لنا وطالما فاهم مضرة لنا لا ما نعملهاش عشان كده ربنا حرمها علينا ايوة ولما هو الأصل في الأشياء اللي باحة حللنا كل شيء إلا ما حرم فلذلك الأشياء اللي حرمها دي فها مضرة لنا يعني كل الحاجات اللي بيتهلك الإنسان كلها فيها مضرة ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا فلذلك يا جماعة مسألة الرحمة دي مسألة مهمة جدا وحتى ربنا عز وجل قال ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي سبقت غضبي فالله سبحانه وتعالى رحمن الله سبحانه وتعالى رحيم هو قال كذا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال يا أيها يا عز وجل قل لعبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله حتى أهل الكهف لما رح قال لهم رحوا في الكهف وراحوا في الكهف قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة كهف فيه تعبين وفيه سكوربيان وفيه عارب وفيه حاجات بزيب فيه رحمة الرحمة هتكون في الكهف ده وربنا يتولهم تلات تلتمية وتسعة سنة تلتمية سنة وتسعة نيمين يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسة من الذراعي بالوسط عارفين طبعا صورة كهف الموجود هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى رحمة من الله عز وجل فربنا رحمن الدنيا رحمته عمت المسلم والكافر وكل الناس وهو رحيم بالمؤمنين في الآخرة يا جماعة ارحموا بعض ارحموا الضعفاء والمساكين الأرملة والمصاب والمسكين والضعفاء ارحموهم ارحموا حتى العصاه ارحموا الرحمة مع الأعداء حتى في الحرب ارحموا بعض يا جماعة فلذلك مهمة جدا جدا ان احنا نفهم المفاهيم دي والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبي الرحمة اللي ربنا عز وجل وصفه قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال له ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي عليه الصلاة والسلام قائلا في القرآن الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إخواني الله رحمن نتعلم من اسم الرحمن أن نتراحم فيما بعضنا البعض تاني الله رحيم نتعلم من اسم الرحيم نتراحم ضعفاء والمسكين والمعوذين والفقراء وكل ده نقرأ القرآن هنتعلم الرحمة في آيات الله سبحانه وتعالى وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله يريد نكون أخذنا شوية من الثمرات من اسم الرحمن والرحيم وكيف نتعامل معبدنا البعض برحمة وترحمة إن شاء الله وإلى لقاء مع اسم من أسماء الله عز وجل إن شاء الله